في بعض المبادرات بتبقى هدفها هو تماسك الأسرة المصرية للأسف فيه يمكن تحديات كثيرة جدا بمر بيها فيه إغراءات كثيرة جدا جات علينا من يمكن ثقافات مختلفة فابتدت تسبب يمكن بعض من انعدام المفهوم الصح لبعض القيم المصرية الأصيلة فخلينا نتكلم عن يمكن مبادرة مهمة جدا اسمها هنعيشها صح المبادرة دي حملة مجتمعية أسستها الدكتورة إلهام شهين الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية الحملة هدفها الرئيسي هو إطلاق رسائل يومية للمتزوجين والمقبلين على الزواج وده للتعريف بواجبات الحياة الزوجية الحملة من المقرر أنه سيشارك فيها متخصصين في المجال الطبي والنفسي والاجتماعي وده لتقديم الوعي والنصيحة للشباب والبنات لتأسيس أسرة مصرية صحية ومستقرة تفاصيل أكتر عن الحملة هتكلمنا عنها مؤسستها الدكتورة إلهام شهين الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية دكتورة أهلا وسهلا من نوران أهلا بكم صباح الخير صباح الخير يعني خلينا أتكلم الأول عن يمكن اسم المبادرة وهي عن عيشها صح ليه اخترت الاسم ده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طبعا إحنا يعني من خلال عمل في مجمع البحوث الإسلامية إشراف على أعمال الوعيزات الخوض في المشاكل الجماهيرية من خلال لجان الفتوى من خلال وحدات لم الشمل من خلال المشاكل اللي بتجلنا يوميا في مجمع البحوث الإسلامية من الجمهور الأسرة المصرية كلها فلقيت أنه كل ده بيرجع إلى أنه إحنا يا إما عندنا خلط في بعض المفاهيم يا إما عندنا جهل بالواجبات المقدسة للأسرة يا إما في ضعف في أداء بعض الواجبات اللي علينا وبالتالي بتحصل المشاكل دي فلو إحنا قدرنا نصحح المفاهيم لو إحنا قدرنا نوصل المعلومة الصحيحة لو إحنا قدرنا نأسس فهم صحيح للمجتمع هنقدر نعيش صح هنقدر تبقى حياتنا مستقرة جدا هيبقى كل واحد فاهم إيه الواجب اللي علي مش عايز أقول إيه الحق اللي لي لأنه ما هو حق لك هو واجب علي وما هو واجب عليك هو حق لي فبالتالي كل واحد فينا لو عرف إيه هي الواجبات اللي عليه اللي ربنا سبحانه وتعالى أمروا بيها في حياته كل واحد فينا هيؤدي هذا الواجب ومنتهى الأريحية لأن ده واجب المفروض أن هو يعمله فهو هيؤديه بالتالي أنت كشخص أمامي كفرد من أفراد الأسرة كفرد من أفراد المجتمع أخذت حقوقك من غير ما تطلبها وهو ده اللي أنا عايز أوصاله إن كل واحد فينا يبقى عارف إيه هي واجباته ويؤديها بمنتهى الأريحية لأنه عارف إن ده واجب وإن اللي هيحسبه عليه ربنا سبحانه وتعالى في الآخرة مش بس مش بالضرورة أبدا إن القانون هو اللي هيحسبك عليه مش بالضرورة إن الشخص الآخر هو اللي يطلبها منك لأ وإنت في النهاية لازم محاسب على الواجبات دي لو ما قدتهاش فده الأساس بالمبادرة إن إحنا نعيش حياتنا بصورة صحيحة وقلت كده هنعيشها صح إن شاء الله بإذن الله ترجمة نانسي قنقر